السلام عليكم سماحة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في روايات عن معركة قرقيسيا ما صحت هاي الروايات الروايات صحيحة المعركة التي ستكون على أطراف حدود العراق أو سوريا أو في سوريا أصلا وهاي معركة ستكون معركة كبيرة ويقتل بها عدد كبير جدا يصلون إلى 120 ألف والله عز وجل يقول للضباع كلي واشبعي ولطيور السماء كلي واشبعي من الجبابرة ومن عدها يتقدم السفياني لدخول العراق لكن لا نستطيع أسقاط هذه الرواية على معركة لأن هذا يكون صعب يعني ممكن تصير معركة شبيهة إلها بس من يقدر نقول هي هاي لكن نعم روايات صحيحة وطبعا كل هذا قابل للبداء ممكن ما يصير يعني لازم هاي النقطة دائما تعلموها للمعممين ما ينشروها عندنا بالروايات عندنا جنبة من الروايات ما حد ينشرها الروايات تقول ترقبوه في ليلة في ليلة يظهر في ليلة يعني لا خسوف لا علامات الخمسة لا صيحة كل شي ماكو كل شي ماكو الآن ممكن الآن تجي الآن يجي نداء لما مظهر هاي عندنا هاي جنبة كبيرة من الروايات بس ما عرف ليش ما ينشروها الناس المعممين ما ينشروها ما عرف ليش الناس منتظر العلامات الخمسة العلامات الخمسة هاي تروح وطير ما تتحقق أصلا عندنا بالروايات في احتمال قوي ما تتحقق الإمام يطلع فجأة فجأة يطلع وممكن العلامات الخمسة تتحقق ويطلع الإمام ففي هاي الجنبة وفي هاي الجنبة يعني ممكن هاي المعركة معركة قرقيسيا ممكن تصير وممكن ما تصير أصلا والإمام يطلع فهي كل احتمالات أيضا موجودة بالروايات